قولك الوالد أيضاً شكل مدرسة أو في أسلوب التعامل مع والديه من خلال طبعاً التوجيه المباشر أو من خلال اللي يسويه مثلاً ما أذكر أنه جاء من خارج المملكة وتوجه إلى البيت مباشرة لازم كان يطلع من المطار على بيت الجد والجد يسلم عليهم بملابس السفر توه حتى يعني مثلاً هذه الشيالة نشوفه وحنا صغارة ندرك أمية علاقة الإنسان بوالديه إنه أولوية في السلام عليهم والتواصل معهم وجزء من برنامجه اليومي أيضاً كانت اللي ما في يعني عمل وكذا لكن الوالدين حق ثابت في كل يوم أنا كنت في حاضر المؤتمر منظمة الأغذية والزراعة في روما وفي يوم من الأيام وأنا عائد الفندق بعد الاجتماعات اليومية يعني وجدت مجموعة من الرسائل لينا مصدرها الديوان الملكي فرديت عليها فوراً أنا ما كنت موجود في الفندق فرديت عليها فوراً وإذا به الأمير سلمان فقال يا عبد الرحمن الحمد لله الوالد يعني تعب شوي ولكن الله سبحانه وتعالى اختار له وتوفي وإحنا الآن أرسلنا طائرة من الطائرات لنقلك إلى الرياض لكي تتمكن من الصلاة عليه قبل أن يدفن أتواصل معي الوزير بعدها يمكن بحوالي نصف ساعة لأنه هي الطائرة توصل عليهم المطار اللي حيغادر منه وأذكر أنه على الأساس ما أخذ مخاطرة الساعة عمكان وحدة ونصف في الليل قلت للسائق خذني خلينا نشوف طريق المطار ده كيف يعني نقدر نوصله عشان لا بسهولة بسهولة عشان كانت الرحلة فجر مبكر يعني تقريبا الساعة ستة ولا شيء من هذا القبيل ما أعتقد كان الدفن بعد صنوات العصر في الرياض صحيح المهم تأكدت من كل شيء كل حاجة أنا ما نوم لعنتها صحيح الساعة أربعة ونصف البست ووحت في الفندق جلست على خمسة ونصف أصلت فيه قلت له مع الوزير قال أنا جاهز فضل كل شيء تمام وكل شيء جاهز و... أقسى وطلع إلى المطار وأعدر فأشكر يعني أكبرت هذه اللفتة الحنان يعني هذا الحنان الأبوي من الأمير سلمان قبل أن يصبح ملكا وقلت له أنه هذه لفتة جيدة لو لا إرسال طائرة لما تمكنت من الحضور دفن الوالد والصلاة عليه